ببساطة جدا جدا حق جسدك في التغذية السليمة شرب الماء بكثرة وخاصة قبل الوجبة وعلى الريء مهم جدا جدا في ناس بيقسم لي بالله ان عمره ما شرب مية يعني ومعتقد ان كده بيفتخر ده انت اجرمت في حق جسمك اجرمت في حق الجسد البشري واجعلنا من الماء كل شيء حي هذه الخلية الحية تكوين جسمك 70% مية قولك لا اصل انا باخد بدل وشاي ومشروبات غازية وعصائر ما ينفعش لازم الماء كمان حق جسمك في الفيتامينات الطازجة وببساطة جدا جدا من الخضار الطازج الفلفل الخيار الجزر الطماطم الخضار الطازج ما اعتقدش ان هي صعبة علينا ما اعتقدش ان هي صعبة علينا حق جسدك في التغذية السليمة المراعاة في ثلاث وجبات يوميا وعدم الاكل الا لما تجوع وعدم الاصراف في الطعام وعدم الاستمرار في الطعام بعد احساس الشبع نقاط بسيطة ولكنها مهمة جدا 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 حق جسدك عليك في التغذية السليمة متهيق ليه ما هي الصعبة وشرحنا قبل كده احساس الجوع والشبع وكيف ان عظمة الله سبحانه وتعالى ان الاحساس بالجوع والشبع ليس حاجة عشوائية وليست حاجة تلقائية كده الوحدة لا ده اتصال ما بين المعدة وما بين المخ سنتر مركز في المخ مخصص مسؤول عن الاحساس بالجوع ومركز اخر مسؤول عن الاحساس بالشبع طب المعدة ايه فايدتها ريسبتورز مستقبلات في جدار الخلية بتدي اس ام اس رسالة كده للمخ لهذا المركز ان انا جعت امتى لما تبتدي تفرغ هذه المعدة تبتدي احساسك بالجوع من المعدة يدي للعقل انا جعت ابتديت اكل مجرد ما المعدة تمتلق بالكتلة الغذائية وتضغط الكتلة الغذائية على هذه المستقبلات اللي موجودة في جدار المعدة تبعت رسالة لسنتر في المخ لمركز في المخ انا شبعت يجب ان انت توقف الاكل في اللحظة دي عايز تعرف حزمة الله سبحانه وتعالى في الميكانيكية البسيطة دي طبعا مش اي حد يعملها على فكرة يعني هو انت يقولك ايه التكييف بتاعي ما بيشتغلش يقولك اقص للسنسور بتاعه الحساس بتاعه عايز تغير خدنا الحساس ده من المعدة والمخ يقولك مروحة السيارة عندي ما بتشتغلش اقص للسنسور بتاعها الحساس بتاعها عايز تغير خدنا النقطة دي من خلقة الله سبحانه وتعالى كل شيء هتجدوا في الحياة المدنية الحديثة احنا خدناها من خلقة الله سبحانه وتعالى لهذا الجسد البشري طب لو حدث وانا فقدت هذه النعمة دي نعمة نعمة بمعنى الكلمة لو فقدت هذه النعمة لسبب ما اي سبب بقى لا قدر الله مرض لا تقدر الله يعني حدثة ايه الى اخره وابتديت ان انا افقد الاحساس ده تخيل انت ما بتجعش ممكن تقع من طولك من قلة الاكل ما بتشبعش ممكن المعدة تنفجر من كثرة الاكل ما انت بتاكل وما انتش قادر بتشبع على بساطتها نعمة غالية جدا وعالية جدا 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 ولكن لا نفقهها ولا نبصرها للأسف بقى دي حق جسدك في التغذية السليمة حق جسدك في الراحة البدنية على الاقل ست ساعات نوم طب ست ساعات النوم دي هتفيد الجسد البشري في ايه عارف انت الريستارت اللي بتعمله للجهاز بتاعك اعادة تصنيع بداية المصنع او اعادة تشغيل المصنع تاني انا بدي راحة للجسد البشري كاملا في هذه الفترة وببتدي ان انا انقل جسد البشري والخلية البشرية من التوكسينز السموم الفضلات بقايا العمليات الكيميائية اللي دارت طوال اليوم ويبتدي الجسم ينظم نفسه استعدادا ليوم مشاق اخر من العمل يبقى مش شطارة منك ان انت ما تنامشي ومش شطارة منك ان انت تنام ساعتين تلاتة وتقول كده كفايا لازم تدي جسدك حقه في الراحة الجسدية هذه الراحة الجسدية احنا دمرناها بمعنى الكلمة طب تقول انا بنام عشر ساعات انت دمرتها طب انا بنام ثمان ساعات ماشي ولكن دمرناها في ايه في توقيت النوم بالنسبة للاطفال هرمون النمو او الجروث هرمون يبتدي يشتغل من الغدة النخامية في اقصى شغله الساعة اتنين بعد منتصف الليل يجب ان تكون جميع اجهزة الجسد البشري في راحة تامة اثناء هذا الزروة للهرمون النموي يعني المفروض ان انا اكون نايم بقى لي ساعتين يعني اقصى شيء للاطفال الساعة 12 ده ما بيحصلش طبعا المفروض ان هو من الساعة 10 امش 12 يعني من المفضل ولكن افضل لا يبقى بقابليه بفترة طويل علشان اقدر ان انا استفيد من هرمون النمو ويقدر الجسد البشري ان ينمو سليما ايضا حضرتك بقى بعيد عن الاطفال يجب ان يكون وقت النوم واجعلنا الليلة لباسة يكون بالليل ما ننامشي بعد الفجر ونسح بعد العصر ما ننامشي بعد الفجر ونسح بعد العصر ورحنا كده ادينا الجسد احقيته في الراحة الجسدية خلص وتلاحظها تبقى صاحب منهم كأن انت مضروب علقة يعني دي مش راحة دي مش راحة فلابد ان نراعي وقت الراحة الجسدية للجسد البشري نقطة مهمة قوي قبل ما سيبها عدم تناول طعام قبل النوم بساعتين كتير ما سألش نفسه ليه اقول لحضرتك ليه انت لما تيجي تعمل تحليل سكر بتعمله ايه؟ بتعمله صايم وبعد الاكل بساعتين بعد الاكل بساعتين هي دي بعد الاكل بساعتين يصل مستوى السكر في الدم الى اقصى مستوى ليه حال الطوارئ تعلن في الجسد البشري بعد الاكل بساعتين للتعامل مع المستوى العالي من السكر في الدم وفي الخلايا البشرية يبتلي انسلين من البنكرياس ويبتلي كل الاجهزة تعمل وكل الخلايا بتعمل وبتشيل وتفتح وتستقبل وتاخد ده لو حدث وانت نايم ما انتش نايم يعني اكلت قبل الاكل بساعتين ونمت بعد ساعتين هيحدث اللي انا بحكي ده انت نايم فين انت نايم بعقلك فقط اما الجسد البشري شغال وشغال ايه؟ شغل شاق فلابد ان تكون اخر وجبة قبل النوم باكثر من ساعتين اشتركوا في القناة